موضوعنا الأول إذن مشهد فوضوي في السودان وتبدل للاتهامات من هذا الجانب وذاك وعدم التزام والأطراف عدم التزام الأطراف باتفاقات ربما تخفف صدمة الحرب على السودانيين هدنة خامسة في السودان لم تصمد كسابقاتها في ظل صراع مستعر حول سماء البلد المضطرب حوله لرقعة مشتعلة تغيب فيها المسارة الآمنة وتسقط فيها أضبانات وبقدر ما يكون سمود الهدنة واستمرارها مفيدا نسبيا للقوات المتقاتلة لإعادة تنظيم صفوفها وعتادها بقدر ما تمثل ساعتها فاصلا بين الموت والحياة لسوداني أو أجنبي قرر النجاة بحياته من قصف المدافع والصواريخ والفرار لمكان أكثر أمانا لكن صوت الرصاص يغلب في كل مرة يقرر فيها الجيش وقوات دعم السريع وقف القتال لساعات قليلة ربما أبرز هذه الخروقات كانت عندما تم استهداف طائرة إجلاء تركية ما تسبب في أضرار مادية وإصابة أحد أفراد تقامها وكعادة الهدن السابقة سارع الجيش والسوداني لاتهام قوات الدعم السريع عبر بيان قام بإصداره فيما لم يصدر أي تعقيب فوري من قوات الدعم السريع على اتهامات الجيش لكنها وجهت بدورها اتهامات مماثلة للقوات المسلحة وللوقوف على الأسباب التي تدفع طرفيا نزاع لعدم الالتزام بالهدنة في كل مرة يرجع قدام المحاربين السودانيين أن مسألة الالتزام بالهدنة في المعارك التي يكون مسرحها المدن والمناطق السكنية تكون هذه المسألة صعبة جدا والمشكلة أنه لا توجد خطوط واضحة وأن تحركات هذه القوات تكون بطريقة غير عدائية لكنها تغطي نفسها من خلال إطلاق النيران حتى لا يهجم عليها العدو لذلك فمثل هذه الهدنة تختلف عن هدنة المعارك التقليدية التي تكون فيها خطوط فاصلة بين الطرفين بموجب خرائط معروفة ويعتقد بعض الخبراء أن تقارب القوة بين الطرفين يجعل كل طرف يعتقد في انتصاره في النهاية فلسنا بين طرف مهيمن وآخر ضعيف بل أمام جيش له تاريخ يقابله من الناحية الأخرى قوات دعم السريع التي لها خبرات قتالية منذ عام 2003 هذا التقارب في القوة بين الطرفين دفع كل من الجيش والدعم السريع لرفع شعار الحسابات الصفرية حيث يريد كلاهما كل شيء ويرفض أن يحقق الطرف الآخر أي مكسب أي لمجال الاتفاق سياسي يرضي الطرفين حيث لا توجد حوافز سياسية أو ضغوط كبيرة تدفعهما للالتزام بوقف إطلاق النار خصوصا في هذا التوقيت لينقاش الآن حول هذا الموضوع نرحب مباشرة من بيروت بسيد الياس حنة الخبير العسكري والاستراتيجي ونرحب أيضا من بنسلفينيا الأمريكية بالكاتبة والمحللة السياسية السودانية الأمريكية سيد هاجر سيد أحمد أهلا بكم معنا في المشهد الليلة وأبدأ معك سيد الياس حنة لماذا برأيك لا يمكن أن تصمد الهدنة في السودان كل مرة بهذا الشكل أولا دائما الحرب هي لأهداف سياسية اليوم لا نزال في اليوم العاشر للحرب ولم يحقق شيء حتى الآن بالإضافة إلى أن الحسابات الصفرية أو زيرو سام جيم كما تقول كل فريق يعتقد أنه يمكن أن يحقق ما يريده اثنين هذه الهدن لنكون واضحين أغلبها مفروض من الخارج أو مطلوب من الخارج حتى الآن لم يتحقق شيء على أرض الواقع ثلاثة إذا أردنا أن نحقق هدنة معينة يجب أن يكون هناك آلية تطبيق من يراقب من يحاسب ومن يتهم ويجب أن تكون القيادة والسيطرة مهمة جدا وقوية إلى درجة أن تطلب من مقاتليها وقف النار هذا الأمر ليست متوفر لا على صعيد الجيش ولا على صعيد الدعم السريع وبالتالي حتى الآن كما قلت الهدن مطلوبة من الخارج فقط لإجلاء الرعاية ويبدو اليوم الشيء الجديد هو انتقال هذه المعارك إلى درفور إلى الجنينة إلى منطقة قبلية تعاني أصلا من حروب أهلية ومن حتى مجازر هذا الأمر لماذا الهدنة؟ ماذا حققه؟ عادة الهدنة هي مؤقتة لمن تراجع لتحسين وضعه ومن كسب شيء لتثبيت ما كسبه من هنا هذا الأمر لا نزال في بداية الطريق نعم إليك سيدة حجر سيد أحمد هل عندما نقول أن الهدنة استفادت منها ربما الجهات الدولية التي استطاعت إجلاء مواطنها من السودان وآخر من استفاد من هذه الهدنة هم السودانيون الذين كانوا في حالة خوف لم ينقطع لأنهم لم يستطيعوا من العيش أو ربما وصلت أمورهم اليومية بطريقة عادية أولا شكرا لهذه الاتضافة وأحب أن أترحم على أرواح الشهدة وأتمنى عاجل الشفاء للمصابين والجرحة وإزالة البلاء عن السودان أحب أن أصحح معلومة قد ذكرها ديتك الكريم الحرب اليوم هو يومها الثالث عشر والوضع في الجنينة ودارفور ليس بوضع جديد حدث اليوم ولكن الحرب في دارفور منذ ألفان وثلاثة يعني من حيث الأيام نحن تقريبا في اليوم الرابع عشر نعم نعم الهدنة لا يمكن أن تنجح هذه الهدنة لأنك تطالب أشخاص هما الأثنان مجرماء مجرماء حرب ومطلوبان للعدالة فعندما تتوقع أن شخص يلتزم بالمعايير الدولية أو بأي اتفاقات ويقوم بالالتزام بهدنة طالبه بها الأمم المتحدة أو أي جهة أو أي دولة أخرى فنحن نكون هنا في وضع الحالم لأن السبب الأساسي في تفشي هذه الحرب هو حرص أو رغبة الطرفان في السيطرة على الحكم في السودان وهناك تدخل كبير من دول أخرى فالمشكلة السودان ليست مشكلة داخلية فقط ولكن هي مشكلة تقوم بها أطراف أخرى ودول أخرى يعني بالنسبة لك هناك تقارب في القوة بين الطرفين يعني بين قوات الدعم السريع والجيش حتى يظن كل منهما أنه بإمكانه أن يحسم المعركة؟ نعم نعم الدعم السريع يقوم بالتحصل على الأسلحة والمال من دول أخرى كروسيا والصين وهناك تعاقدات كثيرة قد تعلم بها عزيزي وقد يعلم بها مشاهديك والجيش تم دعمه من دول أخرى كمصر وكالسعودية ودول أخرى لها الرقبة في المواصلة هذا النزاع أو لها رقبات في التحكم بالوضع في السودان تقصدنا النظام السادق ربما نعم نعم الجيش والدعم السريع هما الولد الشرعي للنظام السادق لنظام الكيزان غامت الحكومة البائدة برعايتهم وغامت بتكوين الدعم السريع والدعم السريع كقوات يمتلك عدد كبير جدا من الأسلحة والدهب كما تعلم ويمتلك علاقات استطاع حميتي في خلال هذه الأربع سنوات من الثورة بخلق علاقات دولية وفرد نفسه كبديل للحكم المدني في السودان نعم أسمح لي بالعودة نعم أسمح لي بالعودة من جديد لضيفنا سيدة الياس حنة هل باعتقادك أيضا أن هناك تقارب في القوى العسكرية والعتاد وحتى في مسألة التخطيط الاستراتيجي بين الطرفين يجعل كل من الطرفين يصدق ويأمل في أن يحسم بنفسه المعركة لصالحه في أقرب وقت أولا القوى ليست متقاربة أبدا على الورق على الورق القوى الصلبة هي لصالح الجيش لا نتحدث اليوم من هو معه حق أو شرعي أو غير شرعي هناك واقع يجب أن نتعامل معه القوى الصلبة على الورق هي لصالح الجيش لأنه من منظمة لديها بناء تحتية لديها صناعات عسكرية لديها طيران لديها دبابات لديها مدفعية وحتى في العديد أكثر مقابل تقريبا ما يقارب 100 ألف من قوات الدعم السريع التي لديها أسلحة خفيفة إلى حد ما متوسطة وبالتالي تقاتل بطريقة مختلفة ولكن اليوم دائما دائما في الحروب يقال أنه ليس الأمر بما لديك الأمر بكيف تقاتل فيه يعني اليوم عندما تذهب إلى الخرطوم خرطوم بحري إلى أمدرمان إلى المدن وقتال المدن هذه المدن كما يقال يعني تساوي بين المتقاتلين يعني لا يمكن حتى الآن داخل المدن الأساسية استعمال الطيران بالمطلق مثلا أنت اليوم في طريقة قتال مختلفة اثنين في هكذا حروب لا يمكن قياس النجاح يعني اليوم عندما تقول الحرب كما يقول كالفون كلاوزفيتس أن الحرب هي سياسة بوسائل أخرى أو أنك تخوض الحرب لأهداف سياسية اليوم الهدف السياسي هو المعادلة الصفرية كما قلت يعني أحد يلغي الفريق الآخر اليوم الديناميكس أو الدينامية هي داخلية فقط داخلية ما يطلب من الخارج حتى الآن هو وقف النار لإعادة ترتيب الأوضاع الخطورة اليوم في سودان أن تطول هذه المعركة وتنتقل إلى الأطراف وبالتالي يتغير مفهومها من السياسي إلى الاختتال الداخلي إلى الإثني إلى الدين إلى المذهب وما شابه وهذه النقطة بتحديث سنعود إليها لنقاش أكثر بعد اللحظات نعم ضيفان الكريمان أرجو أن تتفضلها بالبقاء معنا لمواصلة النقاش سنعرض بعض التفاصيل الإضافية حول موضوعنا إذن ونعود لمواصلة الحديث بعد لحظات إذن استمرار القتال يعني في ظل استمرار القتال تستعد واشنطن لفرض عقوبات على طرفية نزاع في السودان وأشارت المصادر إلى أن العقوبات ستطالوا مسؤولين في القوات المسلحة السودانية وقوات دعم سريع على حد سواء بهدف تشكيل ضربة قوية لقادة العسكر المتحاربين ما يجبرهما على وقف القتال والعودة إلى المسار الديمقراطي الخبراء وحتى المسؤولون في الإدارة الأمريكية عبروا صراحة عن مخاوفهم من أن العقوبات لن تكون كافية وتأتي متأخرة فيما يبقى سؤال هل ستقتصر أثرها على طرفي الصراع في شخصيهما أم ستمتد إلى السودان الذي قضى نصف عمره منذ الاستقلال تحت طائلة العقوبات المحكمة الجنائية الدولية دخلت بدورها على خط مراقبة الأوضاع في السودان خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن فرار القيادة الإسلاموية وعلى رأسهم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وأنصاره المطلوبين للمحكمة وقبل انفجار الصراع الأخير بين الجيش وأقوات دعم سريع وقبله والانقلاب العسكري واجه السودان في العقود الأخيرة مجموعة من العقوبات الدولية والأمريكية وتسببت هذه العقوبات رغم تفوتها في تعثر الاقتصاد السوداني والمقاطعة السياسية لسنوات طويلة قبل أن يرفع جزء منها أخيرا في السياق ذاته مدد مجلس الأمن الدولي في شهر مارس الماضي العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاما واحدا على الرغم من دعوات الخرطوم المتكررة إلى إلغائها وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور سلسلة من العقوبات على الخرطوم بالإضافة إلى حظر الأسلحة نعود الآن لمواصلة نقاش مع ضيفينا وأعود إلى ضيفتنا الكاتبة والمحللة السياسية السودانية الأمريكية السيدة هجر سيد أحمد هي معنا مباشرة من بنسلفينيا إذن هل تعتقدين أنه سيكون هناك معنا لأي عقوبات سواء كان مصدرها الولايات المتحدة أو غيرها من القوى الدولية المؤثرة نعم كنا نطالب بشكل متكرر بعقوبات على حمدتي وعلى البرهان وعلى كل المشاركين في الفقم البائد العقوبات الآن هي جزء لكن ليست الحل الأساسي الحل الآن أو المطالبات الآن بالضغط لو كان من الكونغرس أو كان من المنظمات الإنسانية أو إيقاف النار بمطالبة الطرفان بإيقاف النار بإيجاد طرق آمنة لإخراج السودانيين الموجودين داخل مناطق الحرب سواء لولايات مجاورة لولايات داخل السودان أو لدول حدودية كل هذه المطالب يطالب بها الجميع الناشطين وكل الأشخاص السودانيين الموجودين داخل السودان أو خارجه العقوبات التي ستفرض الآن وخبر خروج البشير وبقايا الحكومة البائدة هو خبر صحيح ولأن المحاسبة لم تتمنا منذ اليوم الأول وهذه كانت مطالبنا منذ بداية الثورة بمحاسبة كل من قام بعمل إجرامي ضد الشعب السوداني وكما ذكرت يا عزيزي هذه الحرب لن تطال الجيش والدعم السريح فقط ولكن الخاسر الأساسي أو الخاسر الوحيد هو المواطن السوداني فعلينا أن نضع هذا الاحتبار في كل الخطوات التي سنقوم بها واحدة من الأشياء التي أتمنى أن نطالب بها الآن هو أن نتقط كمجتمع دولي وكأفراد وكوكالات إعلام لكن ألا تعتقدين أن المعادلة ستكون صعبة يعني تسليط عقوبات على القيادات ولكن دون أن يتأثر الشعب السوداني بها ستكون صعبة ألا تتفقين مع ذلك صعبة نعم صعبة جدا ولكن هناك بند هو اسمه تحديد عقوبات بأسماء الأشخاص أو الجهات يعني مثلا يمكنك أن تحدد عقوبات على الدعم السريع كمليشة ويمكنك بتحديد عقوبات لحمدتي وأخ حمدتي عبد الرحمن دقلو أو الأسرة بشكل عام وعندهم من الممتلكات لكن في رأيي الوضع الآن يجب أن نتقط في إنهاء الوضع المأساوي والحرب في السودان أولا والوضع الإنساني للشعب السوداني كمطلب ثاني واضح أعود إليك سيد إلياس حنى من بيروت وأنت كنت أشرت منذ قليل إلى مسألة انزلاق الصراع أو إمكانية انزلاق الصراع إلى ما هو قبلي أو إثني وما إلى ذلك يعني هل تعتقد أن بوادر تحول الصراع إلى هذا المستوى أصبحت ظاهرة الآن؟ هي في بداياتها عندما نتحدث عن عدم القدرة على الحسم يعني في تاريخ الحروب الأهلية دائما البلد الذي تعرض لحرب أهلية سابقة هو عرضة للعودة إلى هذه الحرب هذا أول شرط ثاني شرط تعود الحرب الأهلية عادة حسب كيف حلت الحرب التي قبلها والأهم والبند الثالث هو تنتهي الحرب الأهلية في بلد عندما يحسن فريق نهائيا على الفريق الآخر عندما ينتصر نهائيا حصل هذا الأمر في سريلانكا بين التميل والحكومة السريلانكية وحتى بمساعدة صينية اليوم عندما نتحدث عن سودان السودان هو في حالاتين خمس انقلابات عسكرية ناجحة 32 انقلاب فاشل حروب أهلية في الجنوب وفي الغرب وبالتالي عدم استقرار سياسي الخطورة في هذه الأمر كما قلت عدم إمكانية الحسم ستوزع مراكز الاختتال إلى أمكانة معينة وبالتالي كل تركيبة عسكرية ستكون ديسنترلايز كما يقال هي ليست مرتبطة بالقيادة الأساسية وبالتالي تنتقل إلى المناطق و18 مقاطعة حسب ما أذكر أو محافظة قد تنتقل إليها مع 517 أو 500 قبيلة أكثر 56 اثنية معينة 117 لغة محكية ومكتوبة هذا الأمر صعوبة اثنين والأخطر على السودان أنه لا يوجد هناك إطفائي قادر على الحال يعني من هو مستعد للتدخل داخل السودان لحسم الأمر لا أحد مستعد إن توزع هذه الاقتتال على السودان هذا الأمر سيجلب الدول الإقليمية وبالتالي الدول الغربية والسودان كما أقول ليس أهمية وأولوية للغرب وحتى لا لروسيا وحتى لا للصين الأولوية اليوم هي ما يجري في جنوب بحر الصين عفوا جنوب بحر الصين وما يجري في أوكرانيا هذه الحرب اليوم في السودان هي نتيجة للتطورات والديناميكس الذي يحصل على صعيد التحول في النظام العالمي وإعادة توزيع القوى واضح أشكركم جزيلا شكر على مشاركتكم معنا في النقاش من بيروت سيد الياس حنان خبير العسكري والاستراتيجي ومن بنسلفينيا الكاتبة والمحللة السياسية سودانية الأمريكية سيد هجر سيد أحمد شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة